السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد النص المسترسل السلوك المتحدر مرجع منار لغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي المقطع الأول إذن سنجيب عن أسئلات المقطع الأول طبعة جديدة ومحينة إذن تابعوا معي أولا سنقرأ النص بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة يعتقد كثيرون أن اليابان كانت بلادا منحطة فاعتنقت الحضارة الغربية ثم وثبت إلى التقدم فصارت الآن في طليعة الأمم الراقية والحقيقة أنها لم تكن قط منحطة أو متضاهرة وإنما كانت تسير على مبادئ الحضارة الشرقية التي نشأت عليها ومما يدل على صحة قولنا هذه القصة التالية التي ألفها أحد أدباء اليابان في أواخر القرن السابع عشر قال منذ زمن غير بعيد كان رجل يدعى هارادا نيسوك يسكن هو وزوجته في بلدة شنجاوة وكان فقيرين معدمين وكانت السنة قد أوشكت أن تنتهي فكان لذلك يترقبان نهايتها بخوف وقلق لأنه لم يكن عندهما شيء من المال لكي يحتفل بنهايتها وكان للزوجة أخ يعيش في حالة اليسر فلما بلغ منها اليأس كتبت إليه ترجوه أن يقرضها شيئا من المال لعيد ختام العامي وكان هذا الأخ سخيا نفسي فلما جاءه خطاب شقيقته أخذ عشرة نقود ذهبية ووضعها في علبة ثم أرسلها لأخته ولما فتحت الأخت وزوجها العلبة وجد داخلها النقود العشرة وكان هذا المبلغ بالنسبة إليهما ثروة كبيرة فرأي أن يشرك غيرهما في التناعم بهذه السعادة وفي الحال أخذ الزوج يكتب إلى جميع أصدقائه يدعوهم إلى وليمة في منزله في ختام العامي إذن هذا هو المقطع الأول إذن لاحظوا معي أسئلات المقطع الأول سنجيب عن السؤال الأول أتذكر إذن ما معنى الحضارة؟ إذن الحضارة هي نوع خاص من الحياة والرقي والاستقرار واصطلاحا هي مجموعة المظاهر العلمية والأدبية والفنية وكذلك الاجتماعية الموجودة في المجتمع إذن تعريف مبسط للحضارة إذن نمر الآن إلى أسئلة الفهم ونبدأ بالسؤال الأول ما اسم البلدة التي يسكن فيها هارادا سينوك وزوجته وأين توجد؟ إذن حسب النص يسكن هارادا سينوك وزوجته في قرية شنجاوة في اليابان السؤال الثاني في أي قرن عاش هارادا سينوك وزوجته؟ إذن جاء في النص بأن الكاتب الذي ألف هذه القصة إذن في أواخر القرن السابع عشر إذن عاش هارادا سينوك وزوجته في أواخر القرن السابع عشر السؤال الثالث إلى ما كان يحتاجان ومن ساعدهما على سد حاجتهما؟ إذن كان يحتاجان للمال للاحتفال بنهاية السنة وساعدهما على سد حاجتهما أخو الزوجة السؤال الرابع ما سبب دعوة أصدقائهما؟ إذن سبب دعوة أصدقائهما لكي يشاركهما في سعادتهما؟ إذن بطبيعة الحال حصول الزوجة وزوجها على المال إذن الذي يعتبر بالنسبة إليهما ثروة دفعهما إلى دعوة أصدقائهما لهذه الحفلة إذن حفلة نهاية السنة إذن لكي يتمتعوا معهم بهذه النقود السؤال الأول إذن من أحلل أرسم جدولا من أربع خاناتي ثم أملأها بعناصر الحكاية الآتية يعني أننا سنحدد شخصيات الحكاية الزمان المكان ثم الموضوع الذي تدور عليه الحكاية إذن يمكن أن نقول مثلا بالنسبة للشخصيات المذكورة في هذا المقطع إذن لدينا هارادا سينوك زوجته أخو الزوجة ثم الأصدقاء بالنسبة لزمان الحكاية إذن أواخر القرن السابع عشر بالنسبة لمكان الحكاية بلدة شنجاوة في اليابان وبالنسبة للموضوع إذن الموضوع هو الاحتفال بنهاية السنة نمر الآن إلى سؤال ثاني إذن هل يتضمن النص وصفا لهذه العناصر أبين ذلك إذن بالنسبة للنص فهو يصف بعض الشخصيات الرئيسة إذن وصف هارادا سينوك وزوجته وقال إذن الكاتب بأنهما فقيرين معدمين إذن وصفهما بأنهما فقيرين معدمين يعني كان يعيشان في حالة فقر أخو الزوجة وصفه الكاتب بأنه كان سخياء النفس إذن هذه الأوصاف التي جاءت بالنسبة لهذه الشخصيات سؤال موالي ثالثا أحدد العلاقة بين الرجل وزوجته الزوجة وأخيها الزوجين وأصدقائهما إذن بالنسبة للعلاقة بين الرجل وزوجته بطبيعة الحال فهي علاقة زوجية إذن مبنية على الاحترام والحب والمودة بالنسبة للزوجة وأخيها إذن علاقة أخوه وحب كذلك إذن فقد سارع الأخو إلى إقراض أخته مالا لكي تحتفل بنهاية السنة رفقة زوجها ثم الزوجين وأصدقائهما بطبيعة الحال علاقة صداقة متينة لماذا؟ لأن الزوجين في وقت حصولهما على النقود أسرع لكي يدعو أصدقائهم لمشاركتهم هذه الفرحة إذن هل كانت هذه الشخصيات سعيدة في هذا الحفل؟ أعلي الجوابي بطبيعة حال هذا السؤال إذن ينطبق على المقطع الثاني إذن المقطع الثاني هو الذي يحدد حالة الشخصيات ويصفها بأنها سعيدة خلال الحفل بطبيعة الحال سنجيب وسنقول كانت الشخصيات سعيدة لأن هذا السؤال ربما كان من الأشدر أن تتم الإشارة إليه في المقطع الثاني إذن نمر الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الأخير أركب ألخص المقطع الأولى في أربع جمالين إذن في بلدة شنجاوة في اليابان عاش هارادا سينوك وزوجته كان فقيرين واحتاج للمال للاحتفال بنهاية السنة فطلب من أخي الزوجة قردا هذا الأخير كان سخيا نفسي أرسل لهما عشرة نقود إذن لاحظوا معي سنضع إذن الفاصلة هنا إذن كان سخيا نفسي أرسل لهما عشرة نقود ذهبية مما دفعهما لدعوة أصدقائهما لوليمة في ختام العام وسنتعرف على ما وقع أو ما سيقع خلال هذا الحفل في المقطع الموالي المقطع الثاني دائما على نفسي القناة إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما جديد الدروس والمقاطع إذن الخاص بهذا المرجع ومراجع أخرى إلى اللقاء